شكراً يدينا تسعة صباحاً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بحضراتكم توجه سيد رئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالي بالرغم من أزمة كورونا وتداعيتها الشديدة وعلى حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أكد رئيس سيسي أن هذه الجهود نالت إشادات كبرى المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها لإعلان رسمي من خبراء صندوق النقد الدولي بأن أداء الاقتصاد المصري فاقت توقعات وأبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وأعرب الرئيس سيسي عن تقديره لهذا العمل الدؤوب الممتد عبر السنوات الماضية موجهان تحية والاعتزاز لدعم شعب مصر العظيم أثناء سيد رئيس عبد الفتاح السيسي خلال اكتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاقة توقعات برغم من جائحة كورونا وفي اجتماع آخر وجه رئيس سيسي بالإصراع في الخطوات التنفيذية لخطط الدولة لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر ترسيخاً للاعتماد على مصادر الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور محمد معيت وزير المالية والسيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة برنامج الصندوق مع مصر وقد أثناء السيد الرئيس خلال الاجتماع على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري لآداء انفاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية وفي هذا الإطار عرض الدكتور محمد معيط التقديرات الحديثة المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي لآداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2020 والتي أكدت أن الاقتصاد المصري أبدى قدرا كبيرا من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تدعيات جائحة كورونا حيث أشرت تلك البيانات إلى تحقيق الاقتصاد المصري لثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي في هذه الفترة بمعدل قدره 3.6% إلى جانب كون مصر ضمن 15% فقط من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي على مستوى العالم وكذا لكون مصر الدولة الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي أكثر من 2% خلال عام 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما استعرض السيد وزير المالية أبرز ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر والذي تضمن ما يلي الإعراب عن التقرير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا الإشادة بمبادرات القطاع المالي المصري المواجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة التأكيد على أن الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر الإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية الإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفي المصري الإعراب عن التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم في السنة المالية من 2020-2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا الإشارة إلى كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والسيد محافظ البنك المركزي والسادة وزراء البترول والثروة المعدنية والمالية وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي والسيد رئيس الهيئة العربية للتصنيع الاجتماع تناول استعراض محاور الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات التي تستخدم مصادر الطاقة النظيفة غير تقليدية وقد وجه السيد الرئيس بالأسراع في الخطوات التنفيذية لخطة الدولة لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر ترسيخاً للاعتماد على مصادر الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة وللاستفادة من أبعادها المختلفة اجتماعياً وبيئياً واقتصادياً وقد تناول الاجتماع عرض مختلف محاور المشروع القومي لتحويل المركبات للعمل بالغاز وكذا لاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية وذلك لمسايرات التقدم العلمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة مع عرض التجارب الدولية المختلفة في هذا السياق للاستفادة منها فضلاً عن استعراض المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بإقامة البنية التحتية اللازمة لسيما محطات التزود بالطاقة الجديدة وتوفير البيئة التشريعية والحوافز لاستثمارية ذات الصلة وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مادبولي أنه سيتم عرض التصورات النهائية للاشتراطات البنائية واليات التحرك في هذا الملف على رئيس عبدالفتاح السيسي وسيتم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء لاستكمال مناقشة الاشتراطات البنائية العامة وخلال الاجتماع استعرض وزير الإسكان عاصم الجزار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية بالإضافة إلى إجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء وإجراءات استخراج ترخيص البناء ومن جانبه عرض ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ألوائها بعبيد موقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1905 لسنة 2020 بتشكيل لجنة وزارية عليا لإنهاء دراسة حوكمة ملف البناء بإجراءات قانونية محددة وحاسمة لإيقاف مخالفة البناء تتواصل في مصر فعليات التدريب العسكري المشارك سيف العرب والذي يجري بقاعدة محمد نجيب العسكرية وقد بدأ التدريب في 17 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 26 من نفس الشهر وذلك بمشاركة ست دول عربية هي مصر والصعودية والإمارات والأردن والبحرين والسودان التدريب المشترك سيف العرب بقاعدة محمد نجيب العسكرية في المدة من السابع عشر وحتى السادس والعشرين من نوفمبر عشرين عشرين بمشاركة ست دول عربية جمهورية مصر العربية المملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية المتحدة المملكة الأردنية الهاشمية مملكة البحرين جمهورية السودان الديمقراطية هدف واحد لأمة واحدة التدريب المشترك سيف العرب توصل سفرات والقنصريات المصرية بالخارج تلقي مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى على مقاعد الفردي في انتخابات مجلس النواب 2020 وتستمر لجنف مقرات البعثات الدبلوماسية في تسلم المظاريف حتى التاسعة من مساء غدا لاثنين وذلك وفقا للتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة وقد عقدت وزارة الخارجية غرفة عمليات بالتنطيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية بالخارج وتشمل جولة الأعادة للمرحلة الأولى 13 متى محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمينيا وأسيوت والوادي الجديد وسهاج وقنى والأقصر وأسوان والأسكندرية والبحيرة ومطروح أكد نائب العام المستشار حماد الصاوي ضرورة اهتمام كافة أعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم بتفعيل سياسة التحول الرقمي في أعمالهم القضائية جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها النائب العام لأعضاء النيابة العامة بالأسكندرية ضمن زيارته التفقدية للنيابات على مستوى الجمهورية لتفقد سير العمل القضائي بالنيابات والتوجيه بالاستراتيجية التي تهدف نيابة العامة بها إلى تحقيق العدالة الناجزة وكان في استقبال النائب العام لدى وصوله الأسكندرية الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية ولواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بمقاري قيادة القوات البحرية برأس التين بالأسكندرية حيث متبادل النائب العام والفريق قائد القوات البحرية الدروعة التذكارية في ختام لقائهما اختتم مجمع التكنولوجيا ببرج العرب مسابقة كبرى على مستوى جامعات ومدارس مصر المعنية بالمجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وتهدف المسابقة لاختيار أفضل المشروعات والأجهزة التي تخص ذكاء الاصطناعي من خلال معرض تكنولوجي موسع تشارك فيه أيضا عدة دول عربية مشروع التخرج بتاعنا دلوقتي كان مترجم لغة الإشارة العربية لكلام عربي منطوق كان الأول بدأنا بدنا نجمع لغة الإشارة العربية لأن ما فيش داتا سات على الإنترنت بتدعم الحاجات اللي احنا عايزينها وبتوفر حل المشكلة اللي احنا عايزينها فنازلنا وتواصلنا مع مراكز تخاطب وروحنا مدارس موبوكما عشان نفهم احتياجتهم الخاصة أي في الحياة اليومية لأنهم بيقاليهم شوية حاجات يومية كتير أو يعني ممكن تختصر بشكل كويس بحيس إن احنا نبدأ به بشكل إنشل يعني جمعنا منهم داتا سات بشكل كويس وهما ساعدونا جدا في الموضوع ده بعدين دخلنا بقى في مرحلة إن احنا نعمل السوفتوير القادر على ترجمة لغة إشارة لكلام عربي قالت شركة تويتر إنها ستنقل التحكم في الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة إلى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في العشرين من يناير المقبل وستنقل تويتر أيضا حسابات مؤسسية أخرى خاصة بالبيت الأبيض يوم التنصيب ومنها الحساب الرسمي لسيدة الأولى وحساب نائب الرئيس وحساب البيت الأبيض ويستعد بايدن الذي أتم أسبوعين منذ أصبح رئيسا منتخبا بتاقمه لتولي السلطة بينما لا يزال رئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض التسليم بالخسارة رفضت قضيته بولاية نيفادا الأمريكية التماسا طارئا لمنع الولاية من التصديق على نتائج انتخاباتها والتي أظهرت تقدم رئيس المنتخب جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب بأكثر من 33 ألف أصوط وقالت قضية مقاطعة كلارك في نيفادا بلوريا ستورمان إن منع الولاية من التصديق على نتائج الانتخابات سيكون تعديا على حقوق أكثر من مليون من ناخبي الولاية أدانت وزارة الخارجية اليونانية لاختار الملاحي التركي الجديد غير القانوني مشيرة إلى أن تركيا تواصل انتهاك القانون الدولي وتقود بذلك الأمن والاستقرار في المنطقة وضفت الخارجية اليونانية أن تركيا تتجاهل صراحة دعوات المجتمع الدولي والمجلس الأوروبي بتجنب الأعمال والتحركات غير القانونية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر كانت تركيا قد أعلنت أنها ستمتد بأعمال التنقيب لسفينتها أورتوش رئيس في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط حتى 29 من نوفمبر الجاري في خطوة من شأنها زيادة التوتر في المنطقة تأهل نادي الأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر وذلك بفوزه على أسمدة أبو قير بهدفين لهدف سجل هدفي الأهل وليد سليمان الأول في الدقيقة الرابعة عشر والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة والعشرين فيما سجل هدف أبو قير اللاعب الغني كيربالا في الدقيقة الثامنة والثلاثين كما صعد زمالك إلى الدور النصف النهائي لمصابقة كأس مصر بتغلبه على نادي مصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بالستادي السويس الجديد ضمن دور الرابع النهائي تقدم نادي مصر عن طريق لاعب خطر وسط البديل عبد الرحمن جنيدة في الدقيقة الثامنة الخامسة والثمانين لكن مهاجم زمالك الشاب أسامة فيصل نجح في إدراك هدف التعادل في الدقيقة السادسة والتسعين لتمتد المباراة لوقت إضافي على شوطين وفي الدقيقة المائة وستة عشر حصل المدافع الأيسر لزمالك عبدالله جمعة على ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية البار ليحرز منها أحمد سيد زيزو هدف الفوز للفريق الأبيض مشاهدين نهاية هذا الموجز فاصل نعود بعد الاستكمال فقرات صباح القرية مصر ابقوا دائما معنا